السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرقة جديدة مع Cloud Storage بGoogle Cloud Platform رح نحكي اليوم عن الRetation Policy الRetation Policy هي إحدى الطرق اللي منقدر فيه منقدر باستخدامها نحمل Objects اللي في الباكت نحن حكينا أنه في أكثر من طريقة لنحمل Objects في الباكت واحدة منها الVirgining والآن موضوع Retation Policy الRetation Policy باختصار شديد هذا Const مشهور سواء في Cloud Storage أو بأي يعني طبيق العلاقة في موضوع الData.Retation Policy هي طريقة بتمنع حزف أو تعديل الObjects ملفات أو whatever اللي في الباكت لMinimum Time بعد ما سويه لأبلود في الباكت. يعني لو نحن عنا فايل Image أو Contract أو Backup لفايل أو Backup لداتابيس أو Backup لسورس كود مثلا وسوينا له upload في هذا الباكت فنحن باستخدام الRetation Policy ممكن نمنع حزف الObject تحمل على صلو create و save في Cloud Storage فممكن الRegulation بتقول ممنوع حزف الملف أو العقد لمدة مثلا 6 سنين فخلص بنحط Retention Period Retention Policy إنه أي Objects مرتفع على الباكت اللي تبع العقود ممنوع تنحزف لمدة 6 سنين ته وهذا بيعطينا يعني قوة وتحكم في الObjects اللي في الباكت طب الRetention Policy فيه عنده two modes Unlocked و Locked Unlocked mode هي Retention Policy created بإمكاننا نعدلها ونحزفها بإمكاننا نعدلها أو نحزفها حتى لو فيه Objects مرتبطة في هاي Retention Policy يعني flexible الموضوع بيكون اللي عنده bear mission على Policy بيروح بيعدلها أو بيحزفها وبالتالي منروح بنقدر إيش نحزف الObjects المود التاني اللي هو Looked Looked معناها هاي Retention Policy مجرد سوينانا Look ما بإمكاننا نعدلها يعني نعدلها نسويها يعني مثلا كانت 60 سنين سوية 20 سنين يعني نضغر المدة أو نحزفها أو نحزف Retention Policy أو نحزف Retention Policy لذلك هاي الحركة موضوع أنه تسوي Looked لRetention Policy موضوع جدا خطير ممكن يكلفك فلوس كبيرة لو أنت ما انتبحت على هذا الموضوع ليش؟ افترض أنت في عندك Retention Policy بتقول 10 سنين مثال وفي عندك كمية files كتير كبيرة فبالتالي مجرد سوي Looked مجرد تسوي Look للRetention Policy فبالتالي كل الأبجيكت اللي موجودة في هاي الباكت مجبر تحافظ عليها لمدة 10 سنين ما بإمكانك حتى تحزو في الباكت ما بإمكانك تتخلص الموضوع لاحظ Looking تبع الباكت والRetention Policy بتقول لازم الفايل يضل ما بإمكانك تحزفه إلا لعشر سنوات فهاي Retention Policy بتعني إنه هذا الفايل بقيله خمس سنين لا ينحزف بقيله خمس سنين لا ينحزف وهذا ترى الموضوع ممكن فعلا يكلف فلوس فبالتالي Retention Policy بتعني ما بإمكاننا نعدل أو نحزف الملف ما بإمكاننا نحزف الملف لمدة معينة من تاريخ رفع الملف أو رفع الـ Object على الباكت يعني إذا مثل ما قلنا الفايل created قبل 3 سنين على الباكت وعرفنا اليوم اليوم عرفنا Retention Policy وقلنا أي فايل Uploaded على هذا الباكت ما بصير ينحزف لمدة 5 سنوات فأي Object Uploaded قبل 3 سنوات معناتها بقيله إيش سنتين Plus موضوع اللوك موضوع مجرد سوينا لوك للPolicy يعني ما في حدا يقدر يحزفها أو يعدلها يعدلها ممكن بحيث يكبر المدة لكن يزاغ المدة ما في إمكانية وبالتالي رح تضل تدفع فلوس على كل الأوبجيكت اللي متبقي من المدة تبعها بما يتلائم و-aligned مع Retention Policy طيب خلنا نشوف الآن الآن لو جينا على الباكت فيه عندنا لاحظه Protection الـ Object Virgin شرحنا عنه فيه عندنا موضوع Retention Policy Retention Policy ممكن نجي نعرفه على seconds days month years ممكن نجي نقول له طبعا انتم استخدموا هاي بوليسي مجرد عرفتها يعني ممكن نجي براك ياخد الفايل نظل ندفع على الفايل لمدة كبيرة ولذلك نحن خلنا نقول مثلا 20 seconds 20 seconds اي فايل من الآن وصاعدا او مرفوع ما بإمكاننا نحذفه الا يتجاوز على رفعه 20 ثانية 20 ثانية وطبعا لاحظوا Default Mode Unlocked Default Mode Unlocked اضافة انه فيه Notes تانية لازم ننتبه عليها وحكينا فيها مرة سابقة انه Virgining مع Retention Policy على نفس الباكت ما بيشتغل ما بإمكانك تشتغل على نفس الباكت Virgining وplus موضوع Retention Policy خلنا نرفع File الآن Upload File هذا الفايل مجرد رفعناه ما بإمكاننا نحذفه لمدة 20 ثانية لاحظوا Delete المفروض يعطينا Error انه لاحظو هاي View Details Cannot Be Deleted ليش Failed لأنه فيه Retention Policy معرفة بتقولنا انه ما بإمكاننا لاحظ هذا الفايل ما بإمكاننا نحذفه إلا لا 11 و 25 ثانية طبعا 20 ثانية نحن يحطينه بيقولك متى بنقدر نحذف الفايل طبعا مفروض عدى 20 ثانية على الفايل بعد ما سويناه Upload 2 و 5 ثواني عفوا 11 و 25 ثواني صار 11 و 2 ثانية التوقع اتوقع صار اكثر من 20 ثانية Delete لو نحذف فهذا مر عليه على ال Upload تبعه اكثر من 20 ثانية وفعلا نحذف علما ال Protection أو Retention Policy still موجودة Retention Policy still موجودة لكن لأنه عدى 20 ثانية فإمكاننا نحذف الملف هلا لاحظوا موضوع اللوك موضوع اللوك تمام لو خلينا أول شيء نسوي Upload لفايل عشان موجود الموضوع اللوك يشوف اش ال Impact تبعه موضوع اللوك ايش عبيقول هاي ما فيك تغير ولازم تدفع لاحظ Storage Cost for the full retention period لل Buckets Objects هذا موضوع كتير خطير تمام طبعا هو عبيقول انه هاي Local Policy بتعرف 20 ثانية قد ما الموضوع خطير عبقلك رجع كتوب ايش اسم ال Bucket اسم ال Bucket Local Policy هلا مجرد ال Policy صار locked ما فيك تقلل المدّعي سوينا 10 ثاني ما فيك لاحظ ما فيك طيب لو سوينا هاي 30 ثاني 25 ثاني خلال سوي فيك 25 ثاني Plus انه ايش locked لو جينا على Objects ال Objects طبعا بإمكاننا نحذفها ب 11 و 25 ثاني Deletion or Prevented Until 11 و 25 ثاني تمام نحن طبعا هون صار ايش 11 و 4 يعني بإمكاننا ايش صارنا نحذف هذا الملف يعني لو جينا نحذف الملف Delete Delete فايش المفروض ينحذف الملف نحذف الملف تمام ال Retention Policy still موجودة لكن خلص عدى على Date اللي created فيه ال Objects في ال Bucket 20 ثانية واكثر وبالتالي منقدر نحذفه طبعا لو جينا هون نرجع لنجرب مرة ثانية طبعا هون فيه Policy خلانا نجرب نحذف ال Objects قبل ما تعدي العشرين ثانية Delete لاحظوا ما قدرنا نحذف ال Bucket نفسه ليش لأنه فيه Retention Policy مطبقة ومطبقة وين على File يعني حذف ال Objects حذف ال Bucket بيعني حذف ال Objects وهذا يعني أكيد بيخالف موضوع ال Retention طبعا هلا لو جينا لو جينا هون طبعا انتبعت أنا على شغلة أنه Time اللي عنا على Google Cloud مختلف عن Time اللي عنا على الجهاز بدقيقتين تقريبا ما أدري ليش بس يعني هذا ملاحظة ننتبه عليها طيب لو جينا الآن نحذف الملف طبعا نعد عليه أو نحذف ال Bucket كله منلاحظ أنه المفروض عد عليه 30 ثانية خلنا نشوف نحذف ولا لا Delete انحذف ولا لسه Delete انحذف ال Bucket ليش لأنه Actually ما في أي Object جوات ال Bucket لسه ممنوع نحذف وبالتالي حذفنا ال Bucket وحذفنا معه Retention Policy ممكن واحد يقول مو نحنا قلنا ممنوع نحذف ال Retention Policy ما منقدر نحذف ال Retention Policy إذا كان فيه Object لسه Undeletable بسبب ال Retention Undeletable بسبب ال Retention مو لأنه هي Looked هاي كمان موضوع ننتبه عليه لو جينا هون بس نوضح شغلة Undeletable لاحظوا هون Set Retention Policy 20 ثانية مثلا Save ولاحظوا أنه نحن عنا Policy واحدة فقط وما بنقدر نعرف أكتر من Policy وهيك بيكون حكينا عن موضوع Retention Policy وأنه هي جدا مفيدة في ال Complys ولا يمكن تجتمع مع Virgining على نفس الباكت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته